أبدى نشطاء عرب وفلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي غضبهم من استضافة البحرين مؤتمراً اقتصادياً يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وتحت وثم يسقط مؤتمر البحرين أبدى النشطاء استنكارهم لهرولة دول الخليج للتطبيع مع الاحتلال على حساب الشعب الفلسطيني وقال المغردون إن ورشة العمل الاقتصادية والتي ستشرف على تنظيمها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليست سوى مؤتمر يحمل الجانب الاقتصادي لصفقة القرن وهدفه التطبيع مع الكيان الإسرائيلي خاصة من جانب الدول العربية غير المطبعة حتى الآن مع الاحتلال وضمن التغريدات التي نشرت تحت الواسم اعتبر الكاتب الفلسطيني ثامر سبعني أن مشاركة العرب في مؤتمر البحرين جاءت لإرضاء واشنطن خاصة في ظل الحديث المستمر عن الخطر الإيراني ومحاولة دول الخليج كسب ود ترامب لذا ستكون فلسطين جزءاً من القرابين التي تقدمها بعض دول الخليج لترامب الناشط الفلسطيني أحمد المناوي كتب صفقة القرن لن تمر فلنسقط مؤتمر التنازل والتفريط مؤتمر البحرين الاقتصادي الذي تجهزه أمريكا كمقدمة لبيع القضية الفلسطينية وتصفيتها وأجمعت الآراء على أن قضية فلسطين هي قضية شعب يرغب في التحرر ويرفض العبودية وليست قضية حكام خوانة مستعدون للتخلي عن أي شيء مقابل بقائهم خادمين عند الصهينة وتعتزم دول عربية حضور ورشة المنامة من بينها السعودية والإمارات فيما يكتنف الغموض مواقف دول أخرى